أفتح مجال الكلمة لأعضاء اللجنة لإثارة الأسئلة الإضافية أسيد دوفروفيل والكلمة لك شكرا حضرة رئيس وأشكر الوفدة على الإجابات التي تلقيناها في جولة الحوار الأولى هذه لاحقا أود أن أشير كذلك إلى أنه من المهم بالنسبة للوفد أن لا يستعيد عناصر وردت في التقرير لأن كل أعضاء اللجنة قد قرأوا بعناية التقرير ومن المهم كذلك الرد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة من غير الإطالة والإسهاب في الحديث عن مسائل لم تخضع لأسئلة من قبل أعضاء اللجنة وأعني بذلك الدفاع عن الثقافة والعلاقة مع اليونسكو وهي عناصر تتعلق بأسئلة لم تطرح وكذلك مسألة المحاكمة المنصفة والتعذيب هذه من المسائل المهمة وهناك كذلك أسئلة لم نطرحها كما هو الحال بالنسبة لدور مجلس المظالم هذا أمر مهم على الصعيد المؤسسي ولكننا لم نطرح هذا السؤال أقله اليوم وبالتالي يمكن لنا أن نحرز تقدما في حوارنا بشكل أكثر فعليا وبنسبة لنا وكما تعلمون فإن هدفنا في نهاية هذه العملية صوغ ملاحظات ختمية تكون متوازنة قدر الإمكان وتعكس كما ينبغي الوضع على صعيد هذه الخلاصات لنتوصل بذلك ربما إلى توصيات تكون مناسبة ومحددة ومفيدة بالنسبة لدولة الطرف في سعيها للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ومن المهم بالتالي أن نحصل على أجوبة ملموسة على أسئلة ملموسة بدورها دولة الطرف قد أشارت إلى أنه وأن تطرقنا إلى التركيبة الدينية إن لم أسئل فهم إن أشرنا إلى تركيبة الدينية للسكان في البحرين فقد يتعرض الأمر لملاحقة قانونية إن لم أسئل فهم آمل أولا أنني لن أتعرض لهذه الملاحقة القانونية لأني آمل أن أزور يوما بلدكم الجميل من غير أن أتعرض لملاحقة قانونية ومن ثم أتسأل يعني الكلمة اللي وردت غير مقبولة لو سمحت فيما يتعلق في مملكة البحرين سوف تلاحق أمر خارج السياق وأرجو أن يكون سؤالنا في سياق الجلسة في سياق الكلام رجاء عدم الخروج بشكل يسيء لمكانة مملكة البحرين أو لساء كلمات لم نتطرق إليها نحن نحترم الأسئلة ونحترم كافة الأمور الأخرى كما ذكرت سابقاً نحن في إطار حوار تفعلي ودعونا نبني أسئلتنا ونقاشاتنا على هذا الأساس السيد دوفروفيل أعيد لك الكلمة وأرجو منك أن توجز لننمكن من إنهاء عمالنا اليوم لننهي الجزء الأول من هذا النقاش شكراً حضرة الرئيس هذا هو تقرير البحرين الأولي وبالتالي نحن نسهل هذا العمل ولكن لما تجري العادة في اللجنة بمقاطعة متحدث كان ذلك عضو في الوفد أو خبير وبالتالي علينا أن نحافظ على النظام في تبادلاتنا وأن نتأكد من عدم المقاطعة وطبعاً يمكن لكم أن توضحوا كل ما تشاءونه أتابع سؤالي لأنني لم أسمع الإجابة لم أكن أستمع وأنا مهتم جداً بإجابتكم ولكنني لم أتمكن من الاستماع لأنني كنت أركز على ما أقوله إذن سؤالي هو هل يمكن أن يتعرض المرء للملاحقة وفي الواقع ما يهمني هنا هو يبدو أن هناك مسألة لم تثر أو قد تكون مزعجة عندما تثر أي تناول التركيب الديني للشعب هذا يغطي حريات المعتقد وكذلك المدى التاسع عشرة حريات التعبير وأعتقد أن ما فهمته من الترجمة هو أن هذا قد يتسبب بالتمييز وعني بذلك التحدث عن التركيب الديني التركيب الديني بحد ذاته لا يتسبب بالتمييز ولكن في المقابل الإحساس بالتمييز لأننا نتحدث عن الإحساس بالتمييز من قبل جزء من السكان قد يتسبب بخطابات تتناول التركيبة الدينية للسكان وكما يبدو هذا هو الحال في البحرين أقله إن طلعنا ليس فقط على المعلومات التي رفعتها مصادر موثوقة ولكن بشكل عام إن طالعنا المعلومات المتوفرة بشكل عام حول النقاشات السياسية والمسائل التي تجري مناقشتها في الفسحة العامة في البحرين فيما يتعلق بالتحفظات لم أحصل على إجابة أود أن أعرف إن كانت دولة الطرف مستعدة لإعادة النظر في تحفظاتها لتوضحها لتوضح بعد هذه التحفظات لأنه في الوقت الراهن بعد هذه التحفظات غير واضح لسنا ندري ما يبرر بالضبط خارج الأسباب القيمة ولكن العامة جدا التي سقتموها وعني بذلك احترام الشريعة والقانون الإسلامي كمصدر للقانون ولكن ما هي الأحكام المحددة التي في القانون البحريني تبرر هذه التحفظات هذا ما نود معرفته ولابد من إعادة تحديد التحفظات على هذا الأساس لم أسمع كذلك أمثلة أخرى تشير إلى العهد والتحشش بهذا العهد أمام المحاكم الوطنية أو أمام الولاية القضائية الوطنية وبالتالي أستخلص أنه ليست هناك من أمثلة باستثناء الأمثلة التي ساقتها دولة الطرف في تقريرها وهذا يتيح لنا أن نحرز تقدما حول هذه المسألة شكرا جزيلا حضرة الرئيس